قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا رواه أحمد قال لبينا صلى الله عليه وسلم من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل إلا عوفي من ذلك البلاء وينبغي أن لا يسمعه ذلك مرعاة له رواه الترمذي